بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح ندرس التعابير أو الـ expressions وجمع expression أو تعبير أول شي خلنا نبدأ بالتعريف تعريف الـ expression أو التعبير هو خليط من القيم والمتغيرات والعوامل والطرق يمكن حساب قيمته خلنا نشوف مثال كذا سريع على الـ expression ثم بعد كذا نرجع للتعريف هذا مثلا x زائدا 5 تقسيم y هذا مثلا expression لاحظوا أنه عبارة عن خليط من القيم هذه values أو data values أو literals سميناها literals قبل هذا هذا number literal المتغيرات عندك الـ x والـ y اللي variables وعندك العوامل اللي هي operators اللي هي عندك الجامع والقسمة وكذلك الطرق أو methods هذه إن شاء الله راح نشوفها حين شفناها على خفيف لكن راح نشوفها فيما بعد شفنا مثلا next int شفنا في string char at وindex of فإذا هو خليط من هذه كلها يمكن حساب قيمته وهذه هي أهم هذا هو أهم جزء في الموضوع يعني بمعنى أنه من الممكن أن نسوي له عملية evaluation evaluation أو حساب القيمة وإذا سوينا عملية حساب القيمة يطلعنا قيمة واحدة فقط يطلعنا قيمة literal value واحدة فقط خلني أذكرك بمعنى literal values literal value زي مثلا الرقم 9 زي الرقم 10 زي الرقم مثلا مثلا 100 l هذه literal value من نوع long زي مثلا a اللي هو عبارة عن character character a زي مثلا 3.5 زي في البوليونز true مثلا هذه الليترال value راح نشوف إن شاء الله البوليونز فيما بعد لكن هذه مثلا المثال فإذا هذا هو المقصود أنه expression دائما لا بد أن يعطينا قيمة في النهاية زي القيمة اللي أن جالس تشوفها قدامك هذه طيب إذن مدام القضية كده خلي نشوف أين يظهر expression السؤال التالي وأين يظهر expression وين ممكن نشوف expression لو تذكر حنا شفنا مكانيا تقريبا يظهر فيهم expression المكان الأول كان في assignment statement في assignment statement أو في جملة الإسناد والمكاهف الثاني في print statement print statement وأنا طبعا قلت إن هذه بعدين راح نعرف بالضبط وش معنى وش نوعية لهذه لكن حاليا نسميها print statement فقط تجاوزة ففي assignment statement أين يظهر expression خلي نشوف مثال على assignment statement مثلا نقول مثلا مثلا x gets هنا هذا هو expression مهما كان طوله كبير صغير ما يفرق هذا هو expression هذا هو المكان اللي يظهر فيه expression فيه print نكتب system dot out dot print ثم بعد كده نفتح قوسين هذا هو expression هنا طبعا دائما expression اللي في البرنت يعطينا string يعطينا literal value من نوع string ودائما بينما هنا اللي في assignment statement على حسب نوع expression هذا لكن لابد أن يكون متوافق زي ما قلنا قبل مع نوع البيانات اللي يعطينا إياه لابد يكون متوافق مع نوع البيانات حق الvariable أو أنك تسوي casting أو explicit casting إذن مرة ثانية هذه المكانين اللي شفناهم حتى الآن يظهر فيهم الexpressions فإذا كنت متلخبط شوي يعني ما فهمت بالضبط تاري في expression تذكر أنه أي شيء يظهر في المكانين هذولي هو عبارة عن expression تذكرونه دائما راح يعطينا قيمة دائما راح ناخد في النهاية قيمة من هنا نحطها في x هنا هنا راح ناخد قيمة في النهاية نطبعها للمستخدم طيب أقدر أني أقسم لك expression إلى نوعين زين نقدر نقول أن expression ممكن نقسم إلى نوعين زين عندك النوع الأول هو عبارة عن simple expression ونوع الثاني compound expression أو هنا مركب وهنا بسيط زين الexpressions البسيط هو اللي ما يمكن تقسيمه إلى أكثر من expression الexpressions المركب هو اللي يمكن تقسيمه إلى أكثر من expression وش معنى الشيء هذا خلنشوف مثلا بعض الexpressions البسيطة زين مثلا أمثل بعض الأمثل على expressions البسيطة x x هذه عبارة عن expression y عبارة expression length عبارة expression هذه كلها أسماء variables إذا تذكر زين كل واحد منها عبارة عن expression رح يعطينا قيمة له قيمة variable نفسه قيمة x قيمة لها هذه ممكن تجي يمين عملية الإسناء تذكر زين فتعطينا هي قيمة لو حطيت هنا x رح يعطينا قيمة x حطيت هنا y رح يعطينا قيمة y حطيت هنا length رح يعطينا قيمة length وهكذا طيب أيضا من expressions البسيطة literal values زين literal values زي مثلا 100 هذه expression زي مثلا 100 L هذه expression منوع length هذه expression منوع long هذا expression value اللي يعطينا إياه من نوع int زي مثلا abc هذا expression من نوع string زي c هذا expression من نوع char وهكذا هذه كلها literal values كلها عبارة عن expression لاحظ أنه ما في operators هنا expression البسيط دائما ما يكون في operators من expressions برضو البسيطة اللي شفناها قبل هي شو بسمه input dot next int خلني بس تلخبط هنا طيب هذا عبارة عن expression نسمي method expression هذا وراح نشوفه إن شاء الله فيما بعد لما نجي ندرس الميثود بشكل أكثر تفصيل زي ما قلنا هنا أنه expression خليط من القيم والمتغيرات والعوامل والطرق اللي هي method فممكن إذا كان فيه method واحدة فقط نسميه نعتبره symbol expression فيه استدعاء لميثود واحدة اللي هي هنا next int اللي تعطينا قيمة لا تذكر أنت next int تعطينا قيمة صح الله وتذكر ورضو أنه هذا expression ممكن يجي هنا على يمين assignment statement طيب خلينشوف بالنسبة للcompound expressions طبعا أنا هنا خلى عشان أكون دقيق بس مرة أي في الحقيقة أنه next int فقط هي عبارة expression لأنه لتو كان compound لأن في operator dot فيما بعد رح نشوف نفهم الكلام هذا لكن هي فقط next طيب بالنسبة المركب هو عبارة عن مثلا x زائد 4 زين هذا مركب عبارة simple expression وsimple expression ركبنا ممكن يكون 5 في مثلا y زائد مثلا length زين هذا عبارة عن expression مركب لو تلاحظ الكلام نفكك expression هذا حب حب نقول أنه والله عندنا هذا expression بسيط هذا expression بسيط هذا expression بسيط وهذا expression مركب زين ثم بعد هذا expression مركب زين فإذا حتى expression مركب ممكن تكوّن من expression بسيطة ومركبة في نفس الوقت طيب هذا بشكل عام expression المركب expression مركب هو اللي غالبا نحن نشوفه يكون خليط من القيام وال operator ومركب والمتغيرات هذا غالبا اللي راح نشوفه عندنا طيب الآن اللي همنا هو عملية evaluation زين evaluation كيف تحسب قيمة expression دائما expression يكتم evaluation له في المعالج زين أو مثلا 6 زائد 7 نجي نحسب قيمة في المعالج إذن دائما المعالج هو اللي يسوي حساب لقيم expression أو يسوي عملية evaluation ل expressions السؤال الآن المهم جدا هو كيف نقوم بعملية evaluation ل expressions زين كيف نحسب قيمة expressions طبعا هنا يدخل عندنا حاجتين مهمات جدا يدخل عندنا الأوبريتور والأولوية فيما بينهم وهذا طبعا ما أخوذ من الرياضيات و يأخذ إذا كنت تذكر ما يسمى بالتعبير الرياضية وكيف حساب قيمة التعبير الرياضي هذا بالضبط راح نشوف إن شاء الله راح نشوف في الدرس القادم وأيضا يدخل عندنا ال data types وأنواع البيانات لما نجي نسوي evaluation زين وهذا شفنا لمحة عنه في درس ماضي لما تكلمنا عن القسمة وقلنا أن القسمة ممكن مرة تكون قسمة باقي مرة بدون باقي على حسب أنواع البيانات فلاحظوا أنه expression واحد أنه expression ممكن يكون لن يجي نحسب قيمة لابد ناخذ بعين اعتبار أنواع البيانات الموجودة وبالتالي نعرف وش القسمة هل هي قسمة باقي أو قسمة بدون باقي إذن عملية البيانات مهمة بالexpression وهي من أهم الأشياء راح نشوفها إن شاء الله والشيء الثاني أيضا المهم هو كيف نحول التعابير الرياضية المكتوبة بلغة الرياضيات إلى تعابير أو expressions مكتوبة بلغة الجافة هذا أيضا الموضوع الثاني المهم سبق شفنا مثال بسيط لما تكلمنا عن الدائرة قلنا buy R تربيع شفنا وشلون نكتبها باستخدام لغات الجافة نشوف إن شاء الله في الدرس القادم كيف تتم عملية الـ expressions وتأثير الأولوية عليها